السلام عليكم إزايكم حبيبي عاملين إيه؟ يارب النهاردة تكونوا بألف صحة وخير هنعمل مع بعض النهاردة وصفة مختلفة شوية إن شاء الله تجربوها وتعجبكم هنعمل الماندي بالمكارونة أيوة زي منتوا سمعتوا كده وفعلا طعمه لذيذ جدا 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 يعني كل اللي بيحب الكابسة إن شاء الله هيعجبه جدا للوصفة دي يلا بينا نبدأ ونسمي الله علشان ما طولش عليكم بس قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعمله اشتراك أو سبسكرايب للقناة عندي هنا بقى فرخة وقسمتها نصين طبعا أنا غزليها ومنظفوها كويس جدا وعندي كمان كيس مكارونة ونص معلقة صغيرة من التوم المهروس ونص لمونة ومكعب من مرأة الدجل التوابل بقى اللي هتبل بيها الفراخ معلقتين صغيرية من بهارات الفراخ نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود معلقة صغيرة من البابركة العادية ونص معلقة صغيرة من الكاري ربع معلقة صغيرة حبهان ربع معلقة صغيرة من الكبيب الصيني نص معلقة صغيرة من الكركم ونص معلقة صغيرة من ورق اللوري المطحون هتبل بقى كل الفراخ بتاعتي بالتوابل اللي احنا قلنا عليها دي وهنزل عليهم بتلات معالق كبار من الزيت وهنزل كمان عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح علشان حطين ماجي ما تزوديش اكتر من كده هقلب بقى كل التوابل دي مع بعضها وهي هعمل بيهم الفراخ بتاعتنا وهسيبهم بقى في التدبيلة اللذيذة دي ومع بعض كده حوالي ساعتين لحد ما كل الفراخ تشرب من التوابل دي دلوقتي بقى يلا بينا نجهز المكارونة بتاعتنا هحتاج ليها بقى 3 طمتميات حجم وسط واحتاج كمان بصلة صغيرة والتوابل بقى اللي هتبل بيها المكارونة بتاعتنا زي ما انتو شايفين كده اتنين من ورق اللوري وكمان اتنين من اللومي وعود ارفة وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل نص معلقة صغيرة من الكاري ربع معلقة صغيرة من الحبهان ونص معلقة صغيرة من الكركم وكمان معلقة صغيرة من البابريكا العادية بتاعت بقى الطماطم والبصة بالمكعبات وروحت دلوقتي على الطاصة بعد ما سبت الفراخ حوالي ساعتين في التدبيلة دي نزلت بثلاث معالق كده كبار من الزيت وخليت الفراخ تاخد صدمة كده علشان تاخد لون لذيذ حوالي كده عشر دقيقة على النار ومطرح بقى الفراخ بتاعتنا دي نزلت بالبصل وتوابل المكارونة ونزلت عليهم دلوقتي بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الملح وكمان نص ورقة الماجي اللي حطناها على الفراخ حطتها نصها على المكارونة النص التاني لحد بقى ما كل الطماطم دي تسبكت كده تسبيك بسيط دلوقتي بقى هنزل عليها بكيس المكارونة وهقفل وهقلب تقليبة بس لحد ما تدخل في المكونات كلها مع بعضها وكده خلاص هي جاهزة دلوقتي بقى يلا بينا نجحز التسوية بتاعتها عندي بقى هنا صانية هبدأ ان انا نزل فيها المكارونة بتاعتنا شايفين شكل المكارونة عاملة ازاي مش قادر اقول لكم كمان الريحة ما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا وانا عندي هنا ثلاث كبيات ونص من المية انا سخنت المية دي قبل التصوير لو عندوكم كاتل تمام لو مش عندوكم ممكن تسخنوا زي ما انا سخنت كده دول ثلاث كبيات ونص من المية المغلية ابتديت بقى انزل بالمية المغلية دي على المكارونة علشان هي دي اللي هتسوي لي المكارونة بتاعتنا وقلبت كده المكارونة مع المية بتاعتها وخلاص هي كده تمام وجهزة هحتاج بقى حوالي عشر اسياخ كده من اسياخ الشيش توق وابتديت ان انا ارسوهم على اطراف الصينية بتاعتنا علشان ابيت عليهم الفراخ بتاعتنا بعد كده بقى هبدأ ان انا اغطيهم بورق فويل واخرم الورق الفويل ده علشان البخار اللي يطلع من المكارونة يدخل في الفراخ وكمان الصوس اللي هينزل من الفراخ ينزل على المكارونة يعني هيديكم بقى طعم مش قادر اقول لكم جميل ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده انا خرمت كل الفويل بتاعنا دلوقتي بقى هحط الفراخ بتاعتنا شايفين شكلها بعد التحمير عامل ازاي واخر حاجة بقى هقفل عليها بورقة كده من الالمونيوم زي ما انتو شايفين كده قفلت عليها بالفويل وخلاص ابتديت بقى ان انا دلوقتي ادخلها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 لمدة ساعة و13 دقيقة يعني تقريبا ساعة وربعه هتكون تمام معاكم شايفين بقى شكلها عامل ازاي هي كده بعد ما استوت ما شاء الله رحيتها جميلة جدا شايفين الجمال يلا بينا بقى نشيل الفراخ بتاعتنا ونشوف المكارونة بتاعتنا اخبارها ايه طبعا ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده ولو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة او اشتراك واتفع علو زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد انا بنزله وطبعا ما تنسوش تتابعوني على لينك صفحة الفيسبوك هاسبلكم اللينك تحت في صندوق الوصف شايفين المكارونة بقى عاملة ازاي وبكده بقى خلصة الوصفة اتمنى ان هي تكون عجبتكو وان شاء الله اشوفكم في وصفات كتيرة جاية شكرا كنتم شهر شكرا شكرا شكرا